بسم الله الرحمن الرحيم نتحدث الآن عن العناية بالصوت والوقاية من الأمراض من أهم المواضيع التي يحتاجها كل مننا وخصوصا محترفي استخدام الصوت هناك نصائح كثيرة ونتمنى من من يهتم بصوته والجميع يهتم بصوته هناك نصائح وأعمال ننصح بأن تترك وهناك نصائح ننصح بأن تعمل لنمر عليها سريعا من أهم ما نؤكد عليه على كل محترف في استخدام صوت ترك التدخين الذي أستغرب له أن هناك من يقول أني أدخن فقط حتى أحصل على صوت رخيم وتخين وصوت إذاعي جميل هذه خدعة قد تحصل فعلا على بعض صوت التخين بسبب تغيرات في الحنجرة في الثناء الصوتية ولكن قد ينتهي بك الحائلة سرطان في الحنجرة وتستأصل للحنجرة فهو وسيلة غير فعالة تماما ولا أنصح بها أيضا وهذه بعض الصور ألي تشرح لنا وتوضح لنا شكل الحنجرة المستأصلة بسبب السرطان للحنجرة نسأل الله العافية والسلامة هذه الصورة لكبير في السن استؤصلت حنجرته فاحتاج بعدها أن يتنفس عن طريق فتحة في الرقبة لنتذكر سويا الحنجرة من أهم وظائفها التنفس إذا استؤصلت الحنجرة ليس هناك أي طريقة للتنفس إلا عن طريق فتحة في الرقبة فمن ذا الذي يضع نفسه في هذا الموقف الصعب يحرم نفسه من هذا الجهاز المهم بهذه الشكل أيضا ننصح بالإكثار من شرب الماء الكمية كم؟ معدل ثلاثة في لتر في اليوم كيف نقيصها؟ نقول لبساطة عندما يكون اللون البول أكرمكم الله فاتحا والإكثار غير مشكلة ليست مشكلة كبيرة في هذا المعدل نبه من لديه أو لديها مشكلة في القلب أو في الكلاء لا يكثر أكثر من اللازم ويأخذ نصيحة الطبيب في هذا هناك مجموعة من الأكلات والمشروبات ننصح إما بتركها أو التقليل منها لمحترفي استخدام الصوت مثل الدهون والمقليات المشروبات الغازية الشاي والقهوة أيضا إلى حد ما التقيل منها الشوكولاتة الفلفل والشطة والبهارات النعناع الطماطم والكتشب وأيضا البرتقال والليمون وكما ذكرنا التدخين خصوصا تركها خصوصا ممن يعانون من ارتجاع من احماض المعدة للحنجرة أو لديهم اشتباه بهذه المشكلة أيضا ننصح بتجنب النوم أو الاتجاع بعد الأكل من ثلاثة إلى أربع ساعات إذا كنت تحب القيلولة أو تحبين القيلولة فيكون النوم ثم الأكل وليس العكس إذا كان هناك شرقة من سمي شرقة أثناء النوم توقذك من النوم قد رفع رأس السرير قليلا أثناء النوم قد يقلل منها كانت هذه بعض النصائح المهمة وخصوصا لمن يعانون من ارتجاع من احماض المعدة للحنجرة نتمنى الالتزام بها وقد تغني في كثير من الأحيان عن استخدام الأدوية والدخول في دهاليز الجراحة إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية حديثنا عن بعض وسائل الوقاية والعناية بالصوت شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة